عاد تطبيق واتساب إلى العمل بعد عطل المفاجئ أوقف العمل فيه بشكل تام لأكثر من ساعة وقالت شركة ميتا المالكة للتطبيق أنها أصلحت هذه المشكلة الفنية بعدما أبلغ المستخدمون عن عدم قدرتهم على استخدام التطبيق لساعات وفي ساعة واحدة فقط تلقى الموقع أكثر من 9000 بلاغ بهذا الشأن لكن هذه البلاغات تراجعت سريعا في غضون ساعتين فأصبحت التطبيقات والمنصات الرقمية تحت رحمة الأعطال المتكررة هذا ما سنحاول أن نتلمسه ونفهمه مع ضيفي من بون بألمانيا صحفي متخصص في التكنولوجيا ياسر أبو معيلق أستاذ ياسر مرحبا بك معنا إذن مع تواتر هذه الأعطال في عدد من المنصات وخدمات الإنترنت لحياة نباتة معلقة عليها ومرتبطة بها دعنا بداية نفهم ما هي الأسباب في هذه الأعطال المتواترة طبعا الأسباب كثيرة ومتنوعة وهذا الانقطاع بالذات لحد الآن لم يتم الإعلان عن أي أسباب ولكن ما نعرفه في المرات السابقة من انقطاعات خدمات واتساب وخدمات متى بشكل عام سواء كانت فيسبوك أو إنستغرام أو حتى تطبيق ميسنجر الخاص بفيسبوك هو أننا الآن أمام عتبة جديدة في مجال التطبيقات المراسلة المباشرة أو تطبيقات الرسائل المباشرة واتساب لوحده هو بحسب آخر أرقام العام الماضي كان يتلقى حوالي خمسين مليار رسالة جديدة كل يوم يتم تبادلها وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ البشرية وبالتالي يضع شركة متى أمام تحديات لوجستية تتعلق بالبنى التحتية لنقل هذه الرسائل ولخدمة أكثر من ملياري مستخدم حول العالم وبالتالي نحن أمام أعطال لم يصدق لها أن حدثت من قبل في المرة الأخيرة كان العطل متعلق بنوع من الإعدادات الداخلية في شبكة ميتا أو في شبكة فيسبوك ذاتها وهذه الإعدادات أثرت على عدد من الدول أو عدد من الخوادم التي تخدم عدة مناطق في العالم وبالتالي أدت إلى انقطاعات دامت عدة ساعات قبل أن يتم استرجاع الخدمة ولكن لما تحدث أستاذ ياسر عن هذا الضغط أو ربما حتى تجاوز القدرة الاستيعابية مع تزايد هذه الاستخدامات من قبل المستخدمين المشاكل والتحديات اللوجستية وفي البنية التحتية كيف يمكن معالجتها؟ طبعا معالجتها من باب التجربة والخطأ كما قلت نحن الآن مع معتبة جديدة وكل ما يحصل الآن هو جديد من ناحية عدد الاستخدام من ناحية عدد الرسائل المتبادلة يوميا من ناحية حجم البيانات أو حجم الداتا المنقولة كل ساعة وكل يوم في هذه الشبكات العملاقة يجب أيضا أن ننتبه إلى أن شركة ميتا لا تعتمد فقط على خوادمها أو على مراكز البيانات فيها وما تسمى بالداتا سنتر الخاصة بها فقط بل تعتمد على شركات فرعية تقوم بإدارة عدد من الخدمات المتعلقة بهذه البنى التحتية وإذا ما حصلت في هذه الشركات الفرعية المتعاقدة مع ميتا مشاكل أو أعطال فإنها ستؤثر على القطاعات التي تخدمها هذه الشركات الفرعية وبالتالي نجد أن الانقطاعات ليست دائما لا تحصل دائما في كل العالم مرة واحدة ولكن تحصل في بقاع معينة من الأرض أو في دول محددة بعينها وطبا يكون ذلك عائدا إلى إدارة تلك الشركات لهذه الخوالي بالتأكيد بكله مرتبط بكله لكننا نتحدث أنه على أعتاب مرحلة جديدة ما هي المرحلة المقبلة؟ يعني إذا كنا في مرحلة انتقالية أو نقطة تحول ماذا عن المستقبل؟ طبعا المستقبل سيقدم لنا الكثير من الخيارات المطروحة وطرق الجديدة والإبداعية في التعامل مع تطبيقات الشبكات المختلفة ولكن لا يفيد بالطبع أن العالم كله بات معتمدا على شركة واحدة في كل ما يخص خدمات المراسلة المباشرة يعني أذكر مثلا على الانقطاع الذي حصل في يونيو الماضي كان قد أثر على آلاف الموظفين أو آلاف الحرفيين في البرازيل مثلا الذين فقدوا عملهم لأنهم يعتمدون بشكل شبه كل على خدمة واتس أب من أجل التواصل مع الزبائن من أجل البحث عن زبائن جدد وعندما انقطعت هذه الخدمة لعدة ساعات فقدوا مصادر دخلهم وبالتالي أنا من بين الداعين إلى تنويع مصادر المراسلة كما تسعى دول كثيرة إلى تنويع مصادر دخلها وبالتالي أعتقد أنه يجب علينا أن نكون أكثر وعيا فيما يخص اعتمادنا على تطبيق واحد في المراسلة وغير ذلك أما باليستر المستقبل سترى أن الانترنت بات مركزي إلى حد كبير ما المقترح يعني كإجراءات ملموسة لتحسينات الانترنت لجعله أكثر مرونة ربما أنت تحدث عن تنويع المصادر أو المنصات نوعها لكن على ما يبدو هناك تحديات هناك حتى مصالح اقتصادية كبيرة بالنسبة لهذه الشركات هي التي تجعل الناس تأتي إليها بهذا الشكل وتستخدمها بهذا الشكل وشعبية بهذا الشكل طبعا هي الحوافز والمنافسة ما بين الشركات المختلفة من أجل جعل تطبيقاتها أكثر جذبا الجمهور ما من ناحية السرعة من ناحية الخدمات الإضافية الفرعية من ناحية انتشار هذه الخدمة بين عدد كبير من الناس أي أنت لا تستطيع استخدام تطبيق لا يستخدمه أكثر مثلا من مليون شخص وإلا لن تستطيع التواصل أو استكشاف شبكات جديدة وبالتالي أعتقد أن التحدي القادم كما ذكرت قبل قليل هو توسيع نطاق البنى التحتية لاستيعاب عدد أكبر من البشر نحن نتحدث الآن عن توسيع لنطاق شبكات الجيل الخامس أو 5G في كل أنحاء العالم وهذه الشبكات سترفع من كفاءة شبكات الإنترنت المحمول على الأقل وقدرتها على تبادل الرسائل شكرا لك ضيفنا من بوان صحفي متخصص في التكنولوجيا ياسر أبو معيلاق شكرا جزيلا أعذرني على المقاطعة لديق الوقت